تبين من خلال بحث أجراه المعهد الكوري للتنمية الذي تديره الدولة أن النساء الكوريات خاصة المتزوجات قد تعرضنا لصدمة التوظيف الناتجة عن جائحة كورونا أكثر من الرجال وأوضح البحث أن شهر مارس من العام الماضي الذي ظهرت فيه تدعيات الوباء على التوظيف شهد انخفاضا في عدد الحاصلات على فرص عمل من التي تتراوح أعمارهن بين 25 عاما و 54 عاما بمقدار 540 ألفا بالمقارنة مع نفس الفترة قبل عام واحد وهي نسبة أعلى بـ 65% مقارنة بالرجال الذين فقدوا وظائف بلغ عددها حوالي 320 ألفا وأرجع المعهد الكوري للتنمية هذا الفارق الكبير إلى الخصائص المهنية حيث أثر وباء كورونا بقوة على قطاع الخدمات الكوري الذي تسيطر عليه النساء